اشتركوا في القناة مجموعة رأس وتبيل ومجموعة نص ومجموعة رمود اليوم رح ناخذ عن مجموعة جداول بالبداية رح نعرف الجدول الجدول يا سابس هو مجموعة من الصفوف والأعمدة المتقاطعة إذن تعريف الجدول هو مجموعة من الصفوف والأعمدة المتقاطعة طيب رح نتعرف كمان على الأجزاء اللي بتكون منها الجدول الجدول يا سابس بتكون إذن من صف وعامود بتكون من صف وعامود الصف بيجي عنا أفقي والعامود بيجي بشكل عامودي إذن الجدول هو مجموعة من الصفوف والأعمدة المتقاطعة من التعريف نستمتج أن الجدول بتكون من في عنا بالجدول صف هذا الصف وعامود بيجي بشكل عامودي طيب نشوف يا سادس طرق إدراج جدول في عنا أكثر من طريقة لإدراج الجدول تعرف على طريقتين الطريقة الأولى إدراج مباشر للجدول إدراج مباشر الطريقة الثانية هي رسم جدول طيب نبلش بالطريقة الأولى وهي إدراج مباشر للجدول الخطوات ضع المؤشر في المكان المراد إدراج جدول فيه طيب نبلش نضع المؤشر في المكان المراد إدراج جدول فيه إحنا بندري الجدول هون نقرنا بزر الفقرة الأيسر حتى ننقل المؤشر اختر قائمة إدراج insert من شريط القوائم بنروح على شريط القوائم هيا نختار قائمة إدراج insert ثلاث اضغط على آدات جدول table من مجموعة جداول tables هاي مجموعة جداول tables بنروح على آدات table وننقر عليها أربعة حدد عدد الأعمدة والصفوف باستخدام السحب والإفلات حددنا عدد الأعمدة والصفوف بالسحب والإفلات هاي هون بدي أدرج صفين وعامدين هاي لاحظنا ظهور الجدول طيب يحكينا فيه هون في ملاحظة يا سادس لاحظ ظهور شريط أدوات تصميم design للتحكم بتصميم الجداول هاي هون بنلاحظ أنه ظهر عنا شريط أدوات design حتى نتحكم بتصميم الجداول فلو رجعنا للجدول اللي أدرجناه ممكن نغير بتصميمه من خلال شريط أدوات تصميم design بغير لي تصميم الجدول هاي هون ممكن أنا أختار أي تصميم بديله طيب الطريقة الثانية رسم جدول draw table الخطوات نبلش بيها واحد اختر أمر رسم جدول draw table من القائمة المندرجة تحت آدات جدول طيب لو رجعنا لقائمة insert ورجعنا لآدات table بلاحظ هون في عنا قائمة تختار منها الأمر draw table هاي اخترنا الأمر draw table بلاحظ أنه تغير عنا شكل المؤشر على شكل قلم بمبلش نرسم بالجدول بمبلش نرسم بالجدول هاي أنا رسمت صف ببلش أعمل أعمدة بهذا الصف هاي صاروا صفين كمان بلاحظ أنه ظهر عنا شريط أدوات تصميم design للتحكم بتصميم الجدول طيب أنا باختار جئ تصميم المناسب للجدول هاي غيرت بتصميم الجدول هايك بيكون انتهى درسنا يا سادس أخذنا فيه عن قائمة عن مجموعة الجداول tables تعرفنا على تعريف الجدول وتعرفنا على طرق إدراج الجدول هما طريقتين اللي هو إدراج مباشر للجدول ورسم جدول draw table ويعطيكم العافية